مرحبا بكرة عيد بربارة البعلبكية من أقدم أعياد المسيحيين بشر الأوسط تقليد بيقول أنه بربارة البعلبكية شخصية من بعلبك إليوبوليس يعني من الفترة اللي كان في الحكم الروماني من القرن الثاني كانت تنتمي للنخبة بايا ديوسكروس حدا كتير غني بالمدينة وصاحب نفوذ وكان يغار عليها لأنها كانت كتير حلوة وما يخليها تطلع من الفيلا تبعون وتعيش بنوعا ما بالبرج تبع الفيلا ولكن الآن عندها حشرية وذكاء خارج كان يسمح لأنه يجو أسادزي اللي عندها ويعلموها بربارة كان عندها حشرية بالأمور اللي إليها عليها من وين جاي الكون الأسادزي تبعها كانوا عم يعطوها الجواب بحسب قل ديانة الرومانية اللي ما كان عم يقنعها بس بهذه الفترة المسيحية كانت عم تنتشر وبالأخص عند الطبقات الفقيرة والعبيد السلايفز فهي تعرفت على الديانة المسيحية من وراء العبيد تبعها وصارت مسيحية بيعرف بيها بالخبرية وبيجن تصوروا حدا بينتمي للنخبة ومن الديانة تبع النخبة بنته بتصير تابعة ديانة الفقرة وديانة السلايفز العبيد بيجن وبقرر يجوزها لما تتجوز حدا وثني بتقرر تهرب ولتقدر تهرب متل ما بتقلنا الغنية أول شي بتتنكر وبتقول الغنية هيش لي بربارة يعني راكدة بسرعة بالسهلات مع بنات الحارة تنكرت كحدا فقير بنات الحارة لبنات الفقرة مش بنات النخبة وبتقول الغنية أنه الأمح كانت بالكوارة الكوارة هي الخزنة الصغيرة متل هيك ما كان بحطوا فيه الأمح لا يكون موني بالبيت يعني صار فيه حصاد للأمح بيقدر يقشعوها بالسهلات وبتقول الغنية أنه عرفتها من عينيها على الأرجح لأنه مكحلين كحل كتير مثل بنات النخبة من لمسة إيديا إيديا نعمين هي ما بتشتغل من هاك الأسوارة لأنه عنده أسوارة دهب طول خبرية أنه بيجر بيلحقها تلة فتحت وخلتها تهرب الخبرية شوي بتشبه خبرية مرتقلة بمعلولة وبعدين بيتلاقى برعيين معزة واحد منهم بيستر عليها لأنه شايفها التاني شايفها وبيقله وين شايفها بيلقطوها لبربارة بيجبوها على معبد إليو بوليس معبد بعلبك بعزبوها هي وبنت تانية من بنات النخبة كمان صارت مسيحية اسمها جوليانا والتانيتون بيستشهدوا وصاروا أول من أوائل الشهداء المسيحيين بعلبك وبلبنان وصار كل سنة وقتها صارت الديانة المسيحية الديانة الرسمية بأواخر القرن الرابع بالإمبراطورية البيزنطية أهل بعلبك يعملوا التذكار طبعا وشوي شوي انتشر هالتذكار وصار بكل مبدئيا الشراء الأوسط بالأخص ببلاد الشام وبمصر وهكي بنشوف هذه الجذور التاريخية لعيد مسيحي من أقدم الأعيد وخليكم بكرة معي لأنه بكرة أخبركم من وين جاي الطايف والعويمات لهن الحلو اللي بيرتبطوا بهذا العيد أنا اسمي شار الحايق كالعيد أنتوا بخير تابعوني على Heritage and Roots اشتركوا في القناة